حزب الشعب الجمهوري الجاهبة أراد أن يستضف دماء العكر وسرب تسريبات في آخر فترة عن ميديو يتم تناقله بشكل كبير جدا على أن بن علي يلظرم سيقوم في حال أوفاز بإعادة السوريين إلى بلادهم أو المرحلة الأولى بتسفيرهم إلى الجنوب والمرحلة الثانية من الجنوب أن يتم إخراجهم أو عودتهم إلى سوريا حتى هذا الكلام إفتراء هذا الكلام غير صحيح وإن كان هناك فيديو يتم تناوله فالترجمة وتأويله خطأ في خطأ بالمطلق وأنا سأرد على هذا يجب أن يعلم الجميع وخاصة الإخوة السورية أنه لن يقوم أحد بإخراجهم لأن هذا السياسة دولة وليست قرار من رئيس بلدية هذا الرقم واحد حسب الدستور التركي صلاحية إعطاء أوامر بإخراج السوري من تركيا ليست من صلاحيات البلديات هذه من صلاحيات وزارة الداخلية التي من ضمنها ما يسمى الهجرة أو القوتش إدارسي التي تتبع وزارة الداخلية فإذا تتبع الحكومة وزير الداخلية والتالي الحكومة وسياسة الدولة هي ضمان ضمان الحماية المؤقتة لكل من جاء واستنجد وجاء إلى تركيا من السوريين وغيرهم فهم حل تكريم وإكرام أما ما يتم الحديث عن أنه بنعجل لنفسه هو يقول أنه سيتم إخراجهم هذا يتم تأويله بشكل خاطئ تماما العبارة التي قالها بأنه سيتم إخراج كل من لا يلتزم بالقانون كل من يكون خارج القانون وهذا الكلام كان خلال المناظرة واضح وصريح واضح جدا وقاله بكل صراحة ولكن الآن حزب الشعب الجمهوري بدأ بالإعلام المضاد ينشر هذا الموضوع ليلة الانتخابات جاءتنا الكثير من الأسئلة يجب الرد عليها وقالوا يجب أن تردوا على هذا الكلام فأنا من خلال هذه القناة الموقرة أقول للجميع وسيتم نشر هذا اللقاء بأن لا صحة لما يتم تداوله الإخوة السوريون هم هنا محل ترحيب ومحلة إكرام وهم ضيوفنا وهم المهاجر ونحن الأنصار ولا نتم ترحيل أو إخراج أو إبعاد أي سوري ملتزم بالقوانين وملتزم بحقوق الحماية المؤقتة ولا عليها أي إشكالية أما نعم في المقابل إمام أغلو أصر على تحميل عباء اللاجئين السوريين على الحكومة فقط على الحزب الحاكم وهذا الموضوع على النقيد تماما مما يحصل الآن يا سيدي أكرم إمام أول هو يمثل سياسة الجهي بي سياسة الجهي بي سياسة مفضوحة للعلن تقول يجب تسليمهم لنظام الأسد ليس إخراجهم إلى الجنوب يجب أن يذهبوا إلى سوريا ليسلموا لنظام الأسد لكي يقتلوا أو يعذبوا أو يحاسبوا سياسة همجية سياسة لا يستحمل أي معنى من الإنسانية لذلك لا قيمة لما يقول حزب الشعب الجمهور هذا واحد ثانيا نرد عليهم أيضا لمن يدعي بأن بن علي يردرم كان يقصد ما يقول نقول لهم بن علي يردرم هو ليس أي شخص عادي هو كان شخص رئيس الوزراء كان رئيس الوزراء هل سمعت أثناء رئاسته لمنصب رئيس الوزراء أنه أعاد سوريا واحدا إلى سوريا طبعا لا ترجمة نانسي قنقر